طيب كريم أبني نروح برضو للكاميرون لازم أسألك عن أداءنا الرائع قدام المنتخب المغربي إزاي ده حصل إيه اللي حصل في الملعب خلى أداءنا منتاز قدام المنتخب في حاجات في الكرة ممكن الناس تشوفها بسيطة وسهلة ولكن هي في الواقع صعبة جيدا رقم واحد لما يكون بلعب ماتش دور تمانيع متخب مغرب عارف حاسية طبعا الماتشاط يعني أنا ممكن أعب برازيل بس ملاقبش مغرب بتوط أفريقيا ومنتخب مصر برضو كان لسه بعض المشاككين بشاككو في الأداء واللعيبة والأمور دي كلها واحد سفر في أول أربعة دقيقة صعبة جدا جدا إن كانت النهاردة فيهم دربين كبار جدا بتلغبطه فيهم دربين كبار جدا بوانزين حاطين بلان وحاطين سيناريو وحاطين فكرة يلعبوا بيها واحد سفر انت بتلغبط لكل حساباته مثالي خالص إنك انت النهاردة بعد واحد سفر في أول أخير ربع خمس دقيقة تعرف تغير بلان بتاعك وبتنفضه بشكل كويس وجودته كانت مميزة جدا من بلان دفاعي تنظيم دفاعي فكر دفاعي سفر جدا دفاعية طريقة لعب كلها فيها تنظيم إحنا كنا بدين أول خمس ست دقائق كلنا أو الحداشة اللعيب يلعبوا تحت الكرة لفرقة بتستحود وفرقة لها شكل وفرقة لها طريقة لعب أسلوب هجومي شوفنا أطراف الملعب أمر كمان عبدالواحد والزيادة إزاي شوفنا كمان مصفى محمد وأنا في بعض الناس بتهاجل مصفى شوية لكن مصفى واخد أدوار مركبة كتير جدا إزاي بيرجع وبلع في ميت متر مصفى محمد من أكتر اللعبين في بطولة أفريقيا من حيث معدلات الجاري بنع في ميت متر يعني بنع في ميت متر هو اللي بأول خط دفاع وهو اللي بأثناء اللعب الحر كمان مش دربات الثابتة بس بيرجع لحد قصة 18 بيرجع كمان في دربات الثابتة فدي كل أمور مش بسيطة مع التغيرات كمان أنت نهار دا فيه لعيب بيصاب والعيب كمان بيوع منك بينزل لعيب زي محمود علاء جاهز بنسبة مليون في المية ودي كنت حاجة لسه بتكلم فيها مع نجيب أن كل لعيبة جاهزة فحد ممكن يقولك بس لعيبة دي بتلعب فنديتها ولكن أنت نهار دا تحضرهم دهنيا يا أهم حاضرين بدنيا وفنين ولكن دهنيا النهار دا لعيبة زي دي ممكن تقولي خلاص أنا مساك رابع محمود علاء النهار دا منتاخذ كسنتر باك رابع بعيد خالص أو خالص أو خامس ممكن صحيح أو خامس ممكن صحيح بتاعك دا بيدي نسبالي كان من المفاجأة؟ محمد أبو جبل دا حالي سمار وبعده دا بقى كمان لازم يبقى رجله في الملعب جدا عشان ما هو 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 خلاص وكمان أبو جبل كان قبل ما يجي المنتخب كان بعيد عن الزمال كولاية بس آخر مباراة عشان يخش في المنتخب بس كان بيشارك أحساسه أصلا أنه هو مكان من العناصر اللي اخترق قبل كده في البطولة العربية كيروش كل دي عوامل ممكن يتخلي محمد أبو جبل دا سيئ جدا فدي كلها أسئلة بقى غير أسئلة المنافسة بتضاح لك النهار دا بتظهر لك أثناء التسعين ديه قبل كمان المباراة وبعد المباراة برضو في بعض الإصابات فالنهار دا كارس كيروش بيجاوب على كل الأسئلة دي بنسبة مجاح من مليون في المية أعتقد كمان مش تسعة وتسعين في المية فدي كلها أمور بتبنينا إحنا كبسيطة درب الجزاء النهاردة والفكرة النهاردة كان ممكن حد يهاجم كتير خبالك كارس كيروش المطش اللي معمشيش بالشكل دا كان يقولك ليه لعيب تعيماً عاشر في نهاردة في موسي الملعب عشان دوقف حكيمي طيب ما هو عمل درب الجزاء على نفس اللعب اللي انت منزله عشان يوقف اللعب كان تبقى مشكلة هو تحطه في سؤال كبير جداً جداً بالنسبة دا أول أسئلة كان ممكن تتسائل كيروش لو اللي قدر لها كان عندنا تعصر هو أنت ليت لعب محمد عبد المنم ولسه ما عندهش خبرات هو أنت ليجي خدت عمر كمان عبد الواحد وما لعبتش واحد جيبت باك رايت باك صريح صح كصة بتاعت أيمن أشرف كمان أيمن أشرف لي اللي انت كنت منزله أنا شاف أنه هو لعبه عشان خطر أشرف حكيمي تبقى أجابها مميزة عن مصد شهي كان هيتسائل على أسئلة كتير فكان هيدي فرصة كان هيدي فرصة للناس كتير جدا من المحللين الجمهور على سوشال ميديا يتكلموا في الأمور دي إلى حد كبير حد كبير ولكن لأ ظهر بشكل كويس حتى أمن أشرف لما كامل ماتش في نص ملعب شوفنا أزاي كان بلاعب في ظهر لعبية نص ملعب التمركز مرموش بشكل كويس جدا في الهافز بيس كان بيكبر أن اللاعب نص ملعب لنهاردة الوينج ليفت أو الوينج رايت ببقى لهم شغلي كتير جدا مش بس على أطراف الملعب أنت لما تنزل في ظهر الديفندر بيعايز يقفل الظلم بتاعته اللي في ظهره فأنت بتحطه في حيرة تحط الديفندر في حيرة أضغط ولا أفل ليف ظهري وبتحط كمان الرايت باك أخش معاك ولا أستنى بره كل ده بيدي فرصة كبيرة جدا للاعبية نص الملعب إنها توقف وبعندها دكة في التمرير وتشوف الزوايا وتشوف اللاعبين وتشوف كمان وبعندها فيجن أكتر بشكل كبير فيه أمور تكتكية كتير جدا بتحصل في الملعب طبع اشتركوا في القناة